خلال ورشة خصصة لتقديم رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حوض الاقتصاد الدائري في المغرب المطبق على النفايات المنزلية والمياه العادمة أكد رئيس المجلس أن هذا النوع من الاقتصاد يتطلع بدور رئيسي لجعل المغرب بلدا مندمجا اجتماعيا ومسؤولا بيئيا نمشي ونشوفوا واقع الحال تنجبروا بأنه حقيقة كين مجهودات للدارت فيما يخص تدبير النفايات المنزلية استعمال المياه العادمة كين مخططات ترابية كين براميج وطنية كين جهيزات كين تك المطارح واحد العدد منهم ولكن ما كافيش وأيضا ما كيش واحد الملأمة مع الحاجيات والخصوصيات منتع العلام القراوي كما تم تصلط الضوء على الجهود المبدولة في مجال معالجة النفايات والمياه العادمة والتطهير السائل والمطارح المراقبة كما تطرق إلى حالة النفايات المنزلية التي يمكن استخدامها لإنتاج الأسمدة والطاقة أو حتى لإنتاج المنتجات الأساسية التي يمكن استغلالها في الصناعة أعتبرنا أنه من الضروري إعطاء الأولوية كذلك لإستعمال ومعالجات المياه العادمة من أجل حل هذه الإشكالية في بلادنا والعمل كذلك على تخزين الماء أولا في الفرشة المائية والحفاظ عليها من خلال تطعيم الفرشة المائية بكفية إصطناعية أو كذلك تخزين الطاقة المتجددة في الماء في إطار تحليات المياه لضمان الأمن المائي في بلادنا كما توقف اللقاء عند انخراط الحكومة في هذه المقاربة من خلال النموذج التنموي الجديد بهدف ضمان الاستدامة والأمن المائي بالمملكة موسيقى